مرحبا من جنوب لبنان رح نبدأ أخبار المسألة اليوم وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مغادرة المتظاهرين عشية المنطقة الحدودية بالعديسة وكفر كلا بعد تدخل الجيش اللبناني وأن الوضع هادئ بهيدا الأثناء بعدما كان رمى جيش العدو الإسرائيلي أنابل دخانية ومسيلة للدموع على المتظاهرين يلي كانوا يحاولوا يتسلقوا الجدار الإسمنتة الفاصل الواقع بين العديسة وكفر كلا وكانت وصلت بفترة أيضا من خلال هذا نهار عناصر من الجيش اللبناني وعملت على إنزال المتظاهرين من هذا الجدار وعلى إعادة الأمن والهدوء إلى تلك النقطة وكان وجه العدو الإسرائيلي تلقات نارية على المتظاهرين يلي كانوا مثل ما ذكرنا عم يتسلقوا الجدار الفاصل وقاموا براشق الحجارة وبرفع العلم الفلسطيني وعلم حزب الله على السياج الموضوع فوق الجدار وأطلق السائقون أيضا أبواق سياراتهم استنكارا لأطلاق الرصص ومساء وأيضا بحسب الوكالة الوطنية للأعلام نقلت كانت عن مدين مستشفى مرجعيون الحكومة أنه تم نقل ثلاث جرحة إلى المستشفى المسكور من بين المتظاهرين اللي اتجمعوا مساء عند المنطقة الحدودية اثنان منهم أصيبوا بجروح نتيجة سقوطهم عن الحائط الفاصل وأيضا شخص أصيب نتيجة تنشق الغاز من الأنابل المسيلة للدموع اللي كان عم يرمي العدو الإسرائيلي جيش العدو الإسرائيلي تطورات فلسطين المحتلة كانت عم تتسارع وأيضا خارجها مؤشرات تتوالى فهل تتسارق عدد المواجهات على أكثر من جبهة؟ وكيف رح تنعكس معركة سيف القدس على لبنان؟ تقرير نانسي صعب أطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلاق صواريخ من سوريا تظاهرات على الحدود الأردنية الفلسطينية تظاهرات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية واستشهاد شاب برصاص العدو الإسرائيلي تسلسل بسيط من أخبار صارت يومية وتفرض سؤالا وحيدا هل تتسع المواجهات من فلسطين التاريخية إلى حرب شاملة كل الجبهات؟ حتى لا يضيء الصراع في إطار إقليمي وإطار دولي يحقق للعدو أهدافه أعتقد أن المقاومة بصدد تمسك بالعنوان الرئيسي وهو القضية الفلسطينية وعدم تشتيت الجهد وعدم تشتيت الصراع أيضا من مصلحة العدو الإسرائيلي أن لا يوسع الدائرة من جهة أسكرية إذا كان من جهة سياسية واستراتيجية مصلحته في أن يجعل من الصراع صراعا إقليميا ودوليا تغرق فيه القضية الفلسطينية فإنه من الوجهة العسكرية والوجهة الإسراتيجية ليس من مصلحته ذلك خاصة وأنه هو يعتمد مبدأ تثبيت الجبهات والعمل على جبهة واحدة محور المقاومة إذن يريد إعادة اللمعان للقضية الفلسطينية أما إسرائيل فيبدو أن رهاناتها على قوتها قد سقطت قبة حديدية كسرتها المنظومة الصارخية التي أصابت الأبيب أكبر مناورة في تاريخ الجيش الإسرائيلي تتوقف في بدايتها ويسقط معها مشروع ضربة تدميرية للبنان وسوريا كانت مخططة بانتهائها استحالة القيام بأي عملية تدخل بري فضحها إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية في قطاع غزة قبل أن ينفيها تحت حجة مشكلة تواصل داخلية جنرالات يتحدثون عن مواجهة تحصل مع حماس تساوي عشر قدرة حزب الله وتخبط إسرائيلي عن مآل أي مواجهة مع حزب الله وخسائر بمئات ملايين الدولارات يوميا لن تقدر إسرائيل على تحملها فترة طويلة بين الأعداء مصلحة واحدة إذن عدم توسيع جبهة المواجهة في الجانب الإسرائيلي سقوط هيبة دولة أقوى جيش في المنطقة هو السبب أما محور المقاومة فقادر لكن للحرب الشاملة توقيتها هذا المحور استطاع أن يواجه الحرب الكونية على سوريا وأن ينتصر في مواجهة 130 دولة لشاركة الحرب الكونية بشكل مادي أو شكل معنوي أو سياسي وخرج محور المقاومة منتصرا وعلى هذا الأساس نحن نقود محور المقاومة قادر على الحرب الشاملة لكن ليس في مصلحته وليس في أولوياته الآن فتح هذه الحرب عملية سيف القدس تكلف غاليا بشريا وماديا لكنها قدت على صفقة القرن التي أريد منها تحويل الأردن إلى وطن بديل وتوطين اللاجئين في لبنان وصريقة الحقوق اللبنانية السيادية حدودا ونفطا وغازا وتطويع سوريا والتي على أساسها هارع كثير من العرب بتطبيعا وتعاونا مع إسرائيل البركان الفلسطيني الذي تفجر اليوم في هذه الثورة المباركة دفن صفقة القرن وبدفن صفقة القرن تخلصت الدول المحيطة بفلسطين من الأعباء السلبية لهذه الصفقة اليوم التطبيع لم يعد له معنى صفقة القرن لا يمكن لأحدا أن يتمسك بها عاد الحديث الأمريكي للقول بحق الفلسطينيين وحق الإسرائيليين بالوجود الآمن وهذه لغة لم نكن نسمعها فبالتالي نحن اليوم أمام انقلاب استراتيجي كبير في المشهد في أذار 2019 زار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو لبنان ليعلن من كليمانسو بداية ترجمة صفقة القرن في لبنان بخطة من خمسة آراحل انهيار اقتصادي فانهيار اقتصادي فمالي نقدي لتأتي في المرحلة الرابعة الفوضى العارمة قبل الضربة الأخيرة التي كان مخططا أن تكون اشتياحا تدميريا للبنان لكن تطورات فلسطين التاريخية أسقطت المشروع أيضا يقول احطيت الآن الأمر تغير لبنان صحيح نفذ فيه ثلاث عناصر من خطة بومكيو لكن العناصر العنصرين الأساسيين أي الفوضى والانهيار والأمني والاجتياح الإسرائيلي أصبح مستبعدا في هذه الأثناء لذلك نحن نعتقد أن لبنان سيطاله نصيب إيجابي من مفاعيل ما يحصل في فلسطين الآن وخطط ومؤامرات كانت تستهدف لبنان أعتقد أنه ستطور مما لا شك فيه أن عملية سيف القدس بالدقة التي تنفذ بها وتنظيمها بدلت موازين القوى في المنطقة كانت إسرائيل تدير الصراع فتحولت اليوم طرفا فيه وكانت تستقوي وتفرض شروطها في التفاوض لكنها اليوم ستوضع لأول مرة في تاريخها في موقف القبول بالشروط وربما يقرأ الأمر من تحول في الموقف الأمريكي عبر عنه صراحة المرشح الديمقراطي السابق السناتور بيرني ساندرز في مقاله في نيويورك تايمز مختصرا على الولايات المتحدة أن تتوقف عن كونها المدافعة عن حكومة نتنياهو أكد عضو المجلس المركزي بحزب الله شيخ نبيل القووق أنه قتل العدو الإسرائيلي للشهيد محمد طحان عدوان على لبنان وخلال مراسم تشيع الشهيد طحان ببلده بعدلون اعتبر قووق أنه صواريخ المقاوم اليوم بتصيب كل اتفاقات التطبيع قبل أن تصيب تل أبيب وأشار إلى أنه انتصارات المقاوم اليوم عم تصنع فجر جديد للأمة وأشار أيضا الشيخ نبيل قووق إلى أنه من أرض الجنوب نجدد العهد والوفاء لفلسطين وشعارنا دوما على الإدس رايحين وأمام جماهير المقاومة نؤكد أن قتل العدو الإسرائيلي للشهيد محمد طحان هو عدوان على كل لبنان عدوان على كل السيادة في لبنان وعلى كل الكرامة في لبنان ثانيا من لبنان إلى فلسطين دمنا واحد وإرادتنا واحدة وقضيانا واحدة هذه هي وصية السيد عباس وهذا هو الوعد الصادق لسماحة سيد الوعد الصادق السيد حسن نصر الله على خط متصل بيالي عم بصير بفلسطين المحتلة تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أول اتصال منذ تولد جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية وشدد خلال هذا الاتصال عباس على أن ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين هو عدوان بحق الشعب الفلسطيني وبحسب مقالة وكالة وفا الفلسطينية الرسمية التي تحدثت عن هذا الاتصال أنه حتى عباس طالب بتدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكان وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع لجنة الربعية الدولية من أجل تحييق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والعمل مع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أي معوقات يمكن أنه تعترض طريقة بدوره بحسب وكالة وفا الفلسطينية شدد بايدن على ضرورة تحييق تهديئة وخفض العنف بالمنطقة وأشار إلى أن واشنطن راح تدل تبدو الجهود مع الأطراف المعنية من أجل تحييق هذا الهدف وأكد الرئيس الأمريكي التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وأهمية أعطاء أمل لشعب الفلسطيني بتحقيق السلام دايما بحسب وكالة وفا وكان بايدن أعرب خلال محادثات هدفية مع رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو عن قلقه البالغ إذا تصاعد أعمال العنف بإسرائيل وغزة وفق ما أعلنه البيت الأبيض ببيان للرئيس الأمريكية يلي قال أيضا أنه بايدن أعرب عن دعمه القوي لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسه بمواجهة الهجمات الصاروخية يلي عم بتشنى حماس وغيرها من الفصائل إلا أنه أيضا بايدن بحسب بيان الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه إذا أمن الصحفيين وسلامتهم بعدما دمرت اليوم طائرات إسرائيلية مبنى بدوم مكاتب لوسائل الأعلام وفي الأثناء الفلسطينيون كانوا عم يحيوا الذكرة 73 للنكبة استصاعد المواجهات مع الجانب الإسرائيلي فيما إسرائيل عم بتدمر كانت برج الجلاء يلي بيحوي مكاتب لصحفيين لم توفر إسرائيل مكاتب الصحفيين إذ تسبب القصف الإسرائيلي في انهيار برج الجلاء في غزة الذي يضم مكتب وكالة السوسياتد برس والجزيرة ووسائل أعلام أخرى وقال مراسل لرويترز إن مالك المبنى طلق تحذيرا مسبقا من هجوم صاروخي إسرائيلي وشيك فتم إخلاء المبنى الذي يضم أيضا عددا من الشقق والمكاتب الأخرى وجرى التداول بفيديو يظهر لحظة انهيار المبنى في المقابل قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قصف مبنى إعلامي في غزة حصل لأنه كان يضم الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس هذا وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة Associated Press المؤسسة الإعلامية الأمريكية عن الصدمة والذعر الذين أصيب بهما بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي مبنى من 12 طابقا يضم مكاتبها ومكاتب قناة الجزيرة القطرية وقال إنهم يعرفون منذ فترة طويلة موقع مكتبنا ويعرفون أن الصحفيين كانوا هناك وتم تحذير المؤسسة من الضربة وأجلين الصحفيين في الوقت المناسب إلى ذلك أفدت المعلومات عن إخلاء برج جديد في غزة هو برج القاهرة تمهيدا لتدميره من قبل إسرائيل في المقابل أفدت قناة روسيا اليوم بأن صافرات الإنذار تدوي حاليا في مستوطنات في جنوب الضفة الغربية وعسقلان وسيديروت وكرياتجات وكارميجات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب ويأتي إطلاق الصافرات في هذه المناطق تزامنا مع إعلان سرايا القدس بدأ حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية وغلاف غزة إلى ذلك دوت صفرات الإنذار السب لـ 73 ثانية في مختلف المدن الفلسطينية على عدد سنوات النكبة التي تشرد على إثرها عشرات ألاف الفلسطينيين من بيوتهم كما أطلقت تكبيرات من مآذن المساجد وقرعت أجراص الكنائس وخصصت محطات التلفذة والإزاع المحلية بثها للحديث عن ذكرى النكبة وعادة ما يتم إحياء ذكرى النكبة بمسيرات جماهيرية غير أن انتشار فيروس كورونا حالة دون تنظيمها حفاظا على السلامة العامة وعيوضا عن ذلك فقد نشط فلسطينيون بالتذكير بالنكبة من خلال منصات التواصل الاجتماعي وفي ظل ما يجري في القدس الشرقية وقطاع غزة فقد تحولت فعاليات النكبة إلى مسيرات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي إذ انطلقت مسيرة كبيرة من وسط مدينة رامالله شارك فيها قادة فصائل فلسطينية إلى المدخل الشمالي لمدينة البيري حيث يتواجد حاجز عسكري إسرائيلي ووجهت القبل الفلسطينية دعوات لتنظيم مسيرات في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والتوجه نحو الحواجز الإسرائيلية ومساء كان هناك موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال فيه أنه سنواصل الرد على الهجمات وسنواصل حماية مواطنين من هجمات إرهابية حماسية اللي عم تستخدم المدنيين دروع بشرية ورح نبدو الجهود كبيرة لتجنب إصابة المدنيين وأيضا قال أنه العملية لم تنتهي بعد ورح يواصلوا حتى تحقيق الهدف وأيضا رح يكون فيه قصف للبنى التحتية والأنفاق بحسب نتنياهو وأيضا قال أنه رح يتم توجيه ضربات قوية وقاتل للمنظمات الإرهابية عن طريق البر والبحر والجو هذا كان تصريح لبن يمين نتنياهو أيضا مثلا اليوم من قطر كان فيه موقف وتحذير من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اللي قال فيها أنه حذر تحديدا الإسرائيليين وبن يمين نتنياهو بأنه ما يلعب بالنار واليوم اعتبر أنه تم تإزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية كمان مثل ما ذكرت أنه هناك تهديد وتحذير من قبل إسماعيل الأهنية لنتنياهو بأنه ما يلعب بالنار في إطار المواجهات الحاصلة فاصله منتابع من بعده أخبار المسا منتابع أخبار المسا بالشقة السياسة رسالة خطية من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى نظيره الفرنسا إمانيال ماكرون شوفي كان بتفاصيل هذه الرسالة وهل من كلمة مرتقبة للرئيس عون لللبنانيين لا شك أن فرنسا منذ زمن طويل تلعب دورا في الحياة اللبنانية سياسيا تربويا ثقافيا اجتماعيا وفي الفترة الأخيرة وتحديدا بعد انفجار المرفأ في أربع آب دخلت باريس بقوة إلى عمق الساحة اللبنانية تحت عنوان المبادرة الفرنسية زيارتان للرئيس الفرنسي إمانيال ماكرون والثالثة كانت على الطريق لكنها لم تنجز وأخرى كانت على عاطق وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان وفي بعض الأوقات الموفد الرئاسي باتريك دوريل كان يتسلم المهمة إنما كل هذه الزيارات واللقاءات والاتصالات لم تنجح أقله بخرق الجدار الحكومي تضع فرنسا اللوم على السياسيين اللبنانيين وهي لوحت بعقوبات بحق بعضهم وهذا كان محور الزيارة الأخيرة للودريان التي وصفها البعض بالفاشلة والتي خففت من وطأة الوهج الفرنسي على حد تعبيرهم بالأمس كانت الرسالة فرنسية أما اليوم فاختلف الوضع والرسالة كانت من لبنان إلى فرنسا حيث سلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول العلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات الأخيرة من رئيس إلى رئيس وجهت الرسالة التي أصبحت ملكا للرئيس الفرنسي بحسب مصدر معنية إذ وفق التقاليد الرئاسية لا يفصح عن مضمونها طالما أصبحت ملك الموجه إليه يعني الرئيس الفرنسي وأن أفصح هو عنها يأتي التعليق وفي معلومات الأوتيفي أنه بشكل عام من المفترض أن تكون العنوين العريضة للرسالة أولا الحديث عن المصالح المشتركة وحرص لبنان عليها مع تقدير الرئيس عون للدور الفرنسي المبادر إلى الإنقاذ كما عنوان شروط الإصلاح والإنقاذ وطبعا الحرص على الدستور والمثاق فيما يختص آليات إنشاء السلطات وغيرها من الأمور في هذا الإطار وفيما كانت رسالة لبنانية بحت في طريقها من قصر بعبداء إلى الإليزي تم تداول بأخبار عن رسالة من الرئيس عون إلى اللبنانيين للحديث عن آخر المستجدات معلومات الوتيفي تنفي هذا الأمر وتؤكد أنه غير مرتقب وليس متوقعا حتى الساعة وتضيف مصادر مواكبة أن رئيس عون وكما عادته عندما يرى أن الأمر مناسب يتوجه إلى اللبنانيين بكلمة يضع فيها النقاط على الحروف في كل الميادين وبالتوازي يشير مصدر المطلع إلى أن الأسبوع المقبل يمكن أن يتحدد شيء ما بموضوع الحكومة والشكل الذي يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذه في ضوء ما قد يستجد خلال هذه الأيام خصوصا على وقع الكلام الأخير الذي تنقلته وسائل الأعلام عن تولي رئيس كتلة الوسط المستقل النائب نجيب ميقاطي رئاسة الحكومة والذي سرعان ما توقف الحديث عنه غردت مدعي عام جبل لبنان القاضي غادعون مصاليوم عبر حسابه على تويتر وكتبت لمن يهم الأمر يرجى أخذ العلم بأن تلقيت أخبار بموضوع القرد الحسن وأرسلت إيجه هذا التحقيق مع العلم أن القضية عينها سبق وعرضت آمن مدعام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ أيضا مثل يوم أصدرت الدائرة الإعلامية بحزب القوات اللبنانية بيان قالت فيه دقب بعض من يدور بفلك النائب جبران باسيل على نشر أخبار كاذبة بمحاولة لتقطية عجزهم بملف الكهرباء اللي بات يعرف بفضيحة العصر وآخر هالمحاولات بحسب بيان القوات اللبنانية الإدعاء زور وبطلان أن القوات تشكل جزء لا يتجزأ من كارتال موالدات الكهرباء واتابع البيان واستنفي القوات هذه الأخبار الملفقة جملة وتفصيلا فأنها ستدعي على كل ما النشر وينشر هذه الأكاذيب والأضليل ننتقل للملف المعيشة الشغل الشاغل اللحوم يلي صعب أنه نلاقيها بالمحلات سوبرماركات والملاحم أسعارها كتير غالية وسعر نار مثل ما عم بقوله كل اللبنانيين كان هناك مداخلة لنقيب تجار اللحوم جوزاف الهبر ضمن مباشرة ساعة خمسة مع الزميلة أدمى مطة منسمع شو منقول الحقيقة بتوجه هيدا اللحم مدعوم أو مش مدعوم مش معروف لكنه مدعوم ولكنه مش مدعوم نحنا بقوله بوزارات مدعوم بيرول بيوصلوا للمستهلك اللبناني مش مدعوم أنا اللي بدي أقولك يا أول شي من وين سعر اللحم المدعومي بين الثلاثين والخمسة والثلاثين ألف بالسوبرماركات من وين عم بيجيبوا رقم الخمسين ألف والخمسة وخمسين ألف والستين ألف بقولوا هيدا مدعوم واللحم المش مدعومي عب بيبعوها بثمانين تسعين مية هيدا الشي يا جوز بدنا نعرف بدنا نقول نقول له الوزارات بدنا نقول له مصرف لبنان مضبوط هيدا اللحم مدعوم نتمنى من التجار فيه عندنا خمسة وعشرين ثلاثين ألف راس بقر بلبنان وين طيب أنا اللي عرفتهم باري الأمن الدولي برم على على ترمبات و برم على ملاحي مليون كلها طيب ليش ما فيها عملوا هالشي وين وزارة الاقتصاد وين البلديات وين وين حماية المستهلك طيب أنه ضروري ياك المستهلك اللبناني يا عمي كيلو اللحم بمئة وعشرين ألف عنا قطاع راح في حل أول شي يعملوا اقتصاد حر استيراد حر بصير فيه منافسة بلبنان اللي عاب يجيب كنتينيرات من بره ساعتها بيبيعون لأنه عندك تاريخ الفاكيوم 84 يوم ولمين ينزل بكمية الفاكيوم على 24 بدي يضطر التاجر يبيع بدي ينزل سعره أنا بقلك يا اليوم هو سعر اللحم من الخمسة للخمسة ونص دولار واصل على لبنان دهر بعضه افتكير طيب هلا خمسة طيب خمسة ودولار ونص إذا مش مدعوم يعني بطلع بالخمسة وخمسين ألف نحن عم نحط أرباح دوبلو أكتر يعني بحطه يعني كيلو عم بيعود بيعود 190 1180 ألف كيلو هذا غنم أيضا مع زميلة قدمة فرح كان هناك مداخلة عن جمعية الصناعيين لنائب الجمعية نائب رئيس الجمعية زياد بكداش يلي تحدث عن حلول واحتمال حلول للخروج نوعا ما من هذا النفق يلي عم بعيشه المواطنين اللبنانيين كان بموضوع الدعم للجاج البنزين يعني والزراعة والنقطة الأساس والأهمية اللي شدد عليها أنه يجب أن يكون الإنتاج يعني نحن بضمن نروح على الإنتاج مش أنه نكون متكلين مثل ما كنا سابقا على الاستيراد أول شيء لازم يعرف الشعب اللبناني أنه وزارة الاقتصاد ما عندها طولز بإيدي ما عندها عدية عندها بعين مرائب بدهم منموم ألف مرائب ليقدروا يعملوا كنترول على الأراضي اللبنانية عندهم السبعين خيكونوا وحي اثنين اللي وصلنا لهون مش الحكومة هايدي اللي موجودة هون لأ أنا بلق اللي وصلنا لهون هني الحكومات المتتالية من بعض الطائف لأنه كان يضحكوا على أنه يسموا حكومة وحدة وطنية أنا برأي كانت حكومة تقصيم الحصص وتقصيم وريدات الدولة اللبنانية أنا بالنسبة للصناعية كاستناعية عم بحكيكي بشغل تاني أول شيء بدنا حالة طورة اقتصادية بعد لا هلأ ما شفنا حالة طورة اقتصادية حالة طورة اقتصادية يعني معاني إذا وزارة الاقتصاد ما قادر تعمل شغلة خلتسلم حدا تاني أو تساعد الجيش القوة الأمن النقابات البلديات أنا ما بيهمني أنا بيتمصل لنتيجة اثنين اللي قال شاب المتطيار في موضوع استاذ أليك صادر نعمي استاذ نعمي أهم شيء بدنا خطة رعية شاملة ما فينا نقول حقها رئيس الحكومة هيدا أو حقرة تاني أو تاني كلهم مسؤولين كلهم كانوا عادين عفص الطاولة يلي سكت يعني معناتها مشارك بالغلط كان الاقتصاد رائعي شو يعني اقتصاد رائعي بدهم كويك مني سلنا بالـ 2021 ضربوا القطاع السياحي وضربوا القطاع المصرفي مع أنه عنا كتير مأخز علي وضربوا قطاع الزراعي مش جمعة عشتيين بموضوع الكابتاجون القطاع التربوي كنا نحنا نروح على بلدان العالم خرجين الجامعة اللبنانية يضربونا السلام ويفوتونا على الجامعات عنا جامعات أكتر من إنجلترا صار منهم معترفين وكلاتهم القطاع أصل الاستشفائي ضربوه هربوا الحكمة عندك بعض قطاع الصناعي أنا بقول لي خايفين عليه وهلأ عم يدبروا لنا مشروع لا يضربوا قطاع الصناعي اليوم بدي أرجع للسؤال تبعيك نحنا بدنا خطة شامل بدنا حالي طوارئ اقتصادية بدنا موضوع الزراعة ضروري بالنسبة للأغروفود عنا وثلاثة أنا بقول لك الصناعة حاضرة والصناعة اليوم بتشكل تقريبا 75% من الاستهلاك الموجود بالبلد نحن قدرنا نحن نسكر الخصوص من الاستيراد وهذا المفروض السيستام كله غلط مشان هيك ما بقى نجي نحكي على فلان وعلتان في موضوع لازم يكون في مراقبة من كل الوزارات هلأ بلك في وزارات أكيد يا بتشتغل اليوم أنا بلك كوزير الصناعة عمل كتير جهده وشفناه بموضوع الترابي وشفناه بعدة مواضيع وشفناه بموضوع قصة الكورونا بدأ الوزارات كلها تشتغل بده يكون في خطة وحدة اقتصادية للبنان مش وزارة الاقتصاد عمل خطة ووزارة الصناعة عمل خطة ووزارة الزيرة عمل خطة وفي خطة وحدة بس لألك شغلة إذا ما في حال الطوارئ اقتصادية وما في مراقبة من جميع الجهات لا تضيع وقتك ولا شيء لهون من كنا انتهينا من أخبار المسألة اليوم أكيد مزيد من التفاصيل والأخبار فيكم نتابعوا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر شكرا ومنلتقى بنهار جديد ناللغت